توفي منتج تلفزيوني جزائري بعد أسبوعين على إدرامه النار في نفسه في مقر محطة تلفزيونية بسبب ديون كان يطالب بها وذلك كما أعلن ابنه لوكالة فرانس برس وأدرم المخرج يوسف قوسم النار في نفسه في السابع من يناير في مقر دزاير تيفي بسبب عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل بثة في عام 2017